واللي لازم ننتبه ليها ودي رسالة الى كل ام بتحب طفلها وبتحب ابنها انتي مش دكتورة انتي مش دكتورة مش معنى ان الدكتور كتب لابنك دواء معين لما كان بيعاني من مشكلة معينة ان انتي تجربي مسكنات الالم وخافض الحرار اللي بديها الاطفال وهي انسب مادة هي مادة البرستامول على فكرة دي مؤقتا لحد ما نروح للدكتور مش هفضل تديه له الحرارة عملة تعلق اروح من الدياله الدواء تروح الحرارة نزلة عملة تعلق تاني وبعدين واخرتها هي الحرارة دي جات لي اصلا فيه ميكروب موجود في الجسم الجسم عمال يحارب فيه شوية خلايا او كرات الدم البيضاء ماتت نتيجة الحرب دي فبترتفع درجة الحرارة فده انذار ما تعامل بقى مع الانذار اعتبر انه جرس انذار اعتبر انه منبه روح للدكتور فده مؤقتا ياريت بقى الموضوع على كده وبس ده فيه لبوس شهير جدا بيتاخد للاطفال طعم شاينفع نقول اسمه التجارية من الاسف كتير من الامهات بقوا بيتعاملوا معاه بمنتهى الاهمال مفعوله قوي جدا فانه بيخفض حرارة الطفل لكن فيه اصار جانبية ليه رهيبة جدا كتير من اطفالنا لما بيعانوا من نزلة برد في الجو اللي احنا فيه ممكن بتلاقي يقولك ده سدره ملبش او فيه عدم انتظام في التنفس بالنسبة له ده سدره مكتوم وبيكون بياخد ادوية اصلا عشان تدوق البلغة متوسع الشعب الهوائية اللبوس ده بيتاخد معاها لما يكون في درجة حرارة عالية عشان يخفض درجة الحرارة والان بقت بيجيبه من نفسها ولا بتستشير طبيب ولا بتسأل صيدالي اللبوس ده من اصاره الجانبية ان هو بيقفل سدره زيادة يعني انت عملت علجي وتديله دواء علشان خطر يفتح سدره ووسع الشعب الهوائية ودواء بالبلغة من اللي موجوده على سدره وقد يصل بنا الوضع ان احنا بنستعمل نيبولايزر او جهاز البخار علشان خطر يروأ سدره شوي وجناي للدنيا خالص اديله لبوس يقفله سدره زيادة ده نتيجة ايه نتيجة ان انا معرفش ان ده بيعمل كده طب وانت ما احنا قلنا في الاول انت مش دكتورة الطب مش بالتجربة كده وخلاص انما لو انا استشرت الدكتور نفسه هبقى عارفة فمش هتصرف فدي حاجة بسيطة جدا ممكن اضر بيها ابني وانا متهيق لي ان انا كده بفيده وان انا بتعامل معه صح فدي حاجة من الحاجات اللي يجب الحذر منها